تعد عين مرقعة بمنطقة وادي السلطان بك عيدنا واحدة من أهم معالم المنطقة الباقية بميائها العذبة منذ أكثر من قرنين من الزمن ماءها يجري بلا نظوب أو انقطاع تسقي العديد من القراء المجاورة هذه العين الجميلة ليست إلا في اليمن السعيد عين مرقعة تقع في قلب وادي السلطان تنبع من بين الصخور ماءها العذب الزلال له أكثر من أربعة قرون يستفيد من خيرها القاصي والداني يقصدها الكثير من الرجال والنساء من عدة مناطق وقرى للاستنفاع بمائها العذب الذي لا تعود ملكيته لأحد عين مرقعة بوادي السلطان يعود عمرها إلى ما قبل أكثر من مائتين وخمس سنة حيث وجدنا بصيرة في هذه الشعبة تحدد بعين مرقعة في هذه المنطقة وتعتبر عين مرقعة تتميز بأنها فيها مياه صافية نقية ويستفيد منها الكثير من أبناء العزلة قديما جرت العادة بأن الماء الذي ينبع من هذه العين ملك للجميع فهو للشرب والغسل والانتفاع به وما فاض عن ذلك فقد تم تخصيصه بالنصف للجهة الشرقية الشمالية من الوادي والنصف الآخر للجهة الجنوبية الغربية للسقيا والري ليتم التقسيم بساعة وباليوم كان أول سكان أهل الوادي والذي طاب لهم المقام في هذا الوادي الفسيح وهم الهديس والسلطان والجرب ثم تلاهم آل ملوح كان لهم النصيب الأكبر من هذه العين يذكر الكثير من أبناء المنطقة وخاصة كبار السن أن هذه العين التي امتازت بحلاوة الطعم والنقاوة لم تنضب يوما من الأيام رغم ندرة الأمطار في بعض السنين إلا أنها ما تزال تفي بالغرض للشرب والسقيا لأبناء المنطقة ولم يذكر منذ عهود عن انقطاع هذه العين التي تعتبر منحة إلهية لأبناء المنطقة تتميز مياه مرقاء بوادي السلطان بصفاوة ماءها ونقاوته وكل أبناء وادي السلطان يشاروا من هذا العين في الآوينة الأخيرة تم وضع الحاجز المائي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع والذي أصبح حاليا ممتلئا بالنيس والحجارة على العين بالضبط لحرمان أبناء المنطقة من هذه العين إلا أن الإرادة الإلهية أخرجت العين من تحت السدود ومن بين الصخور المجاورة للسد استفاد الجميع بهذه العين ذو الأربعة قرون بالشرب والري وطاب العيش من جديد بجوار هذه العين العذبة